السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا عن الفاعل وعن أنواعه وعن علامات إعرابه واليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن المفعول به وعن أنواعه وعن علاماته ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس نتابع معنا المفعول به لدينا صورة سوف نعبر عنها بجملة مفيدة الجملة يشرب المريض الدواء نلاحظ ما نوع الجملة؟ هي جملة فعلية لأنها بدأت بفعل وعندما نسأل عن الفاعل نقول من؟ من يشرب؟ ستكون الإجابة المريض ماذا يشرب المريض؟ ستكون الإجابة الدواء إذن نسأل عن الفاعل بمن؟ ونسأل عن المفعول به بماذا؟ في أي جملة؟ نقول من؟ الإجابة التي تظهر أو تأتي معنا ستكون للفاعل وعندما نسأل بماذا؟ ستكون الإجابة هي المفعول به إذن يشرب المريض الدواء المفعول به هنا هو كلمة الدواء ونلاحظ أن كلمة الدواء منصوبة ونستخلص من هذا المثال تعريف المفعول به ونقول هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل وعند إعراب المفعول به نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه ستكون حسب نوعه ستكون العلامة حسب نوع الاسم اتفقنا أن المفعول به هو اسم ومنصوب إذن عند الإعراب للمفعول به نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه وعلامة النصب تختلف حسب نوع الاسم الاسم المفرد تكون الفتحة وجمع التكسير تكون الفتحة وجمع المؤنث السالم الكسرة وهي هنا علامة فرعية والاسماء الخمسة علامة النصب الألف وهي أيضا علامة فرعية والمثنى علامة النصب الياء وجمع المذكر السالم علامة النصب الياء إذن الدواء اسم مفرد فتكون علامة نصبه الفتحة وننتقل الآن إلى مجموعة من الأمثلة التي تحتوي على المفعول به المثال الأول غرس الفلاح الشجرة نلاحظ الجملة فعلية وإذا سألنا أنفسنا من غرس؟ ستكون الإجابة الفلاح إذن الفاعل هنا الفلاح ماذا غرس الفلاح الشجرة؟ إذن كلمة الشجرة هي المفعول به وبالمناسبة الفرق بين كلمة غرس وزرع الغرس تكون مع الأشجار أي الشجرة الكبيرة حينما يضعها الفلاح في الأرض نقول غرس أما زرع فتكون للحبوب إذا زرع الفلاح الحبوب في الأرض فنقول هنا زرع أما إذا كانت الشجرة كبيرة فنقول غرسا فكلمة الشجرة مفرد الشجرة نوعها المفرد إذن علامة النصب الفتحة يحمل الطالب الكتب ماذا يحمل الطالب الكتب؟ الكتب جمع تكسير إذن علامة النصب الفتحة يشبه المفرد في جميع العلامات علق محمد اللوحات ماذا علق محمد اللوحات اللوحات نوعها جمع المؤنث السالم وما علامة نصب جمع المؤنث السالم؟ الكسرة وهي علامة فرعية أطع أباك أطع الفعل أمر من الذي يطع؟ أنت تب كلمة أنت ليست موجودة في الجملة إذن هي ضمير مستتر الفعل الأمر حينما يكون المخاطب مفرد يكون الفاعل ضمير مستتر وما يأتي بعد الفعل الأمر يكون في الغالب هو المفعول به أطع أباك أطع والديك قل الحق أكتب الواجب أي ما بعد فعل الأمر يكون المفعول به وأيضا بعد الناهي لا ترفع صوتك صوتك مفعول به لا تهمل الواجب الواجب مفعول به أباك هنا من الأسماء الخمسة أباك من الأسماء الخمسة وهي أبو وأخو وحمو وفو وذو بمعنى صاحب وما علامة نصب الأسماء الخمسة؟ الألف والأسماء الخمسة ترفع وعلامة الرفع الواو وتنصب وعلامة النصب الألف وتجر وعلامة الجر الياء فهي تشبه المفرد ولكن هي بالحروف يعني المفرد الرفع ضمة هي الواو المفرد النصب الفتحة هي الألف المفرد علامة الجر الكسرة هي الياء وذلك لتسهيل المعلومة حافظ الطالب القصيدتين القصيدتين مثنة ما علامة نصب المثنة؟ الياء كافأت المتفوقين من الذي كافأ؟ إذن الفاعل هنا هو التاء تاء المتكلم هي الفاعل ماذا كافأت أو من كافأت أنا؟ كافأت المتفوقين إذن المتفوقين هي المفعول به فما نوعها؟ جمع المذكر السالم وعلامة جمع المذكر السالم في النصب هي الياء فجمع المذكر السالم والمثنة متشابهان في النصب والجر فالعلامة لي ونلاحظ في هذه الأمثلة أن المفعول به جاء اسما ظاهرا وننتقل الآن إلى أنواع المفعول به أنواع المفعول به ينقسم المفعول به إلى اسم ظاهر أو ضمير الاسم الظاهر قد تحدثنا عنه في الأمثلة السابقة والآن سنتحدث عن الضمير مثال يرحمك الله أو يرحمك الله المخاطب المذكر نقول يرحمك والمخاطبة المؤنثة نقول لها يرحمك ونلاحظ أن مع المؤنث وضعنا كسرة ولم نضع الياء لأن البعض يخطئ ويضع الياء ويقول يرحمك ونقول مثلا جزاك الله خيرا أيضا كفتحة ونقول جزاك الله خيرا أيضا كسرة ولم نكتب الياء وهذا للتوضيح الضمير هنا هو كاف الخطاب وإذا جاءت كاف الخطاب مع الفعل تكون مفعولا به وفي المثال الثاني الدرس شرحه المعلم نلاحظ الهاء شرحه الهاء هنا ضمير يعود على الدرس الهاء هنا تسمى هاء الغائب أو هاء الغيبة وإذا جاءت هاء الغائب مع الفعل تكون أيضا مفعولا به وفي المثال الثالث عالجني الطبيب وسنقوم بعراب هذا المثال كاملا أولا ياء المتكلم الضمير هنا ياء المتكلم وإذا جاءت ياء المتكلم مع الفعل أيضا تكون مفعولا به وعند الإعراب نقول عالج فعل ماض مبني على الفتح النون تسمى نون الوقاية ولا محل لها من الإعراب لأنها لا ترفع ولا تنصب ولا تجر وهي تقل فعل من الكسر لأن الفعل لا يجر ولياء ياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به الطبيب هو من عالج إذن هو الفاعل وهنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وفي المثال الأخير رزقنا الله والضمير هنا يسمى ناء المتكلمين ونا هنا يتطرق لها العلماء ويذكرونها ناء وهي ناء المتكلمين وتأتنا بأكثر من إعراب ربما تأتي في محل رفع فاعل تكون هي الفاعل مثل كتبنا الدرس من الذي كتب نحن إذن ناء هنا تكون في محل رفع فاعل أما في المثال الذي معنا فنقول رزقنا الله من الذي رزق الله رزق من رزقنا نحن إذن ناء هنا هي المفعول به ولكي يفرق بين الفاعل وبين المفعول معنا إذا جاء الفعل في الماضي وينتهي بالفتحة الفعل هنا مبني على الفتح إذن هي ناء التي تدل على المفعول به والبعض يسميها ناء المفعولين والبعض الآخر يقول ليس هناك ضمير يسمى ناء المفعولين ولكن نقول هي ناء التي تدل على المفعول به ولكن إذا قلنا كتبنا الدرس كتب يكون الفعل معنا الدال على الفاعل يكون الفعل مبنيا على السكون ونستخلص من هذا أن هذه الضمائر التي تظهر أمامنا وهي كاف الخطاب وهاء الغائب وياء المتكلم وناء المتكلمين التي تدل على المفعول به إذا اتصلت بالفعل جميعها لها إعراب ثابت وهو ضمير متصل في محل نصب مفعول به هذا كأنه خط تضعه تحت هذا الضمير يعني واحد معه خط يضعه تحت هذا الضمير إذا جاء هذا الضمير مع الفعل يكون الإعراب ثابت ونقول ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به وإلى هنا نكون قد انتهينا من شرح درس المفعول به وأضع الله أن أكون قد وفقت في شرح هذا الدرس وأسعد بكم في اشتراككم في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد ونرجو نشر هذا المقطع لكي يستفيد عدد كبير من الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر